تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء حفظه الله بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1442 وأعرب سموه عن خالص التهاني والتبركات إلى جلالة الملك المفدى بهذه المناسبة سائلنا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على جلالته وعلى البحرين وشعبها الوفي والأمة العربية والإسلامية بالخير والأمن والسلام ودعى سموه الله عز وجل أن يحفظ جلالة الملك المفدى وأن يديم على جلالته نعمة الصحة والسعادة وأن يرفع عن بلدنا والبشرية جمع جائحة فيروس كورونا وأبعث حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى يده الله برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر عبر فيها جلالته عن شكره لسموه داعيا الله عز وجل أن يمتع سموه بالصحة والعافية وطول العمر وأن يعيد هذه المناسبة العزيزة بالخير والبركات على مملكتنا الغالية وعلى الأمتين العربية والإسلامية وأن يرفع عن البشرية جمعاء هذا الوباء وأن يسبغ على عباده نعمة الصحة